بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض على بركة الله بعض قواعد الاشتقاق اللي سبق دراساتها في الصف الثاني هنبدأ نرجع عليها كلها واحدة واحدة اول حاجة عندنا احنا فاكرين مشتقط اي ثابت بتسوي صفر لو دالسين بتسوي الف يبقى مشتقط الف بصفر لانها ثابت فمثلا لو كان عندي الصاد تسوي خمسة فان الدالصاد دالسين وده رمز المشتقط الاولى او يسمى معدل تغير صاد بالنسبة لسين يساوي صفر ويمكن كتابة ايضا صاد شرطة تساوي صفر زي ما احنا فاكرين وكذلك اذا كانت صاد تساوي جا باي على ستة لما صاد تساوي جا باي على ستة بعضنا هيعتقد يقول يا مستر احنا خدنا السنة اللي فاتت مشتقط الجا بجتة لا هنا اخد بالك من حاجة جا باي على ستة ده ثابت لا يشتمل على متغير جا باي على ستة وكأنها جا تلاتين وقيمتها نص وبالتالي طالما ده ثابت لا يشتمل على متغير اذا المشتقة تساوي صفر نفتكر القرانية اذا كانت دلة سين تساوي الف سين اي اي عدد ثابت مضروف في السين حيث الف ثابت فان مشتقط الدلة تساوي الف فمثلا اذا كانت صاد تساوي ثلاثة سين فان معدل تغير صاد بالنسبة لسين اللي هو بنسميه المشتقة الاولى للدلة يساوي ثلاثة اللي هو المعامل طب اذا كانت عين تساوي سالب اتنين ميم فالمطلوب مني هنا ده العين ده الميم يعني معدل تغير عين بالنسبة للميم او مشتقة عين بالنسبة للميم مش بالضرورة تكون سين وصاد ودي بتساوي سالب اتنين اللي هو معامل عين قاعدة ثلاثة اذا كانت دلة سين تساوي الف سين قص نون حيث الف عدد ثابت فاحنا فاكرين بنعمل ايه ايوه تمام برافا ودي مشهورة وانتو فاكرينها تمام بناخد القص نضربه في الف ونقص من القص واحد وبالتالي المشتقة نون في الف في سين قص نون وقص واحد تعالوا نشوف مثال صاد بتساوي اتنين سين تكايب اذا دل صاد دل سين هعمل ايه في القص هي اولا على الشكل الف سين قص نون عدد في سين قص نون ايا كان القص موجب سالب كسر المهم انها واخدها نفس الشكل وبالتالي دل صاد دل سين نضرب ثلاثة في اتنين ستة سين قص هنقص من القص واحد يبقى سين تربيع وانعرف ان معظمكم عارف القاعدة دي كويس اذا كانت صاد تساوي خمستاشر الجزر الخامس لسين تكايب فان دل صاد دل سين ماذا تساوي واحد يقول لي يا مستر دي مش عالشكل ده لان فيه جزر الخامس ولكن احنا نقدر نخليها على هذا الشكل تعالوا كده انا عندي صاد بتساوي خمستاشر ونحول الجزر القص افتكروا معايا كده الجزر النوني لسين قص ميم يساوي السين قص ميم على نون ردبة الجزر هي اللي في المقام وبالتالي الجزر الخامس لسين تكايب يكتب على شكل سين قص ثلاثة على خمسة وبكده انا خلتها على هذا الشكل يبقى صاد شرطة او دل صاد دل سين تساوي خمستاشر اللي هي مكان الالف فيه ننزل القص ثلاثة على خمسة في سين قص ثلاثة على خمسة نقص واحد لما انبسط هذا الكلام يطلع لي دل صاد دل سين تساوي خمستاشر فيه ثلاثة على خمسة لو بقلت حتى هتطلع الاجابة تسعة طيب سين قص ثلاثة على خمسة ناقص واحد كأنها ثلاثة على خمسة ناقص خمسة على خمسة او بالقالة فهتديني سالب اتنين على خمسة وبكده تبقى دي المشتقة الاولى طب يا مستر نفترض ان كانت صاد بتساوي اتنين على سين تكعيب برضو مش نفس الشكل ولكن احنا عارفين نقدر نغير شكلها وانا اضعها على هذا الشكل صاد بتساوي اتنين سين قص سالب ثلاثة انا عايز دل صاد دل سين خلاص بقت على شكل القاعدة يبقى دل صاد دل سين بتاعتنا تساوي اتنين في سالب ثلاثة مضروبة في سين قص سالب ثلاثة ناقص واحد وبالتالي الاجابة سالب ستة واخد بالك سين قص سالب ثلاثة ناقص واحد سالب اربعة ونشوف قاعدة اللي بعدها طيب نشوف مع بعض قاعدة قاعدة اربعة مشتقط المجموع تساوي مجموع المشتقات بعدين هيقول انا ما اسمعتهاش يا مستر بس نعارف انكم عارفينها لكن عارفينها رمزيا وبنحل بيها فتعالوا نشوف كده مثال عليها ازا كانت صاد بتساوي تلاثة سين تربيع زائد اتنين سين زائد سبعة فان دل صاد دل سين مازة تساوي اه معظمنا عارف الحل بس عايزك تركز في حاجة ما يبقاش انت بتحل بالتعود لكن تبقى حالل وانت فاهم قاعدة اللي انت شغال عليها ايه دل صاد دل سين عبارة عن مجموع دوال وبالتالي عندي قاعدة مشتقط المجموع مجموع المشتقات ما جيش انا خليها بقى في الضرب ضرب المجموع او مشتقط المجموع او ضرب تبقى ضرب المشتقات لا ولا هي خاصة بالجامع بس وهنشوف دلوقتي مع بعض نفتكر الاسمه بنعمل فيها ايه فهنا دل صد دل سين هشتق الأول اللي هو ستة سين زائد هشتق التاني اتنين سين مشتقتها اتنين طب والسبعة مستر مشتقتها بصفر تعالوا نشوف قاعدة تانية نشوف مع بعض قاعدة حاصل مشتقط حاصل ضرب دلتين هي مشتقط الاولى في التانية زائد مشتقط التانية في الاولى تعالوا نفتكر مثالا انا عارف ان معظمكم عارفها لانها من الخواعد المهمة ومرتها لينا كتير للسنة اللي فاتت عندي صد بتساوي سين تربيع زائد واحد مضروبة في سين تكعيب زائد ثلاث والمطلوب ايجاد المشتقة الاولى فده ده حاصل ضرب دلتين حاصل ضرب دلتين لان كلهما يشتمل على متغير يبقى عندي دل صد دل سين ده تساوي هشتق الاولى تدين اتنين سين في الدلة التانية سين تكعيب زائد ثلاثة زائد مشتقط الدلة التانية تلاتة سين تربيع لان التلاتة مشتقطها بصفر هضربها فيه الاولى هي سين تربيع زائد واحد واضرب بصف الاقواس يبقى عندي اتنين سين قصة اربعة زائد ضربنا في الحد الاول وهنضرب في التاني وكذلك في الحد التاني يديني ستة سين موجب هاخد تلاتة سين تربيع هضربها في حدها القوص يبقى تلاتة سين تربيع في السين تربيع يديني تلاتة سين قصة اربعة زائد تلاتة سين تربيع نجمع الحدود المتشابهة عندي 2 سين والسربعة 3 سين والسربعة يديني 5 سين والسربعة زائد 3 سين تربيع زائد 6 سين سامح حد بيقول لي يا مستر احنا ممكن نحل المسألة دي بطريقة اسهل ايه هي اقلا نضرب القصين الاول وحولها الجامعة واشتق ده صح مش غلط ولكن انا عايزك تفتكر قاعدة مشتقط حصل ضرب دلتين لان ممكن تجيلي مسائل يجيب لي اوجد مشتقط جا خمسة سين في زا تلاتة سين فده مضطر اعرف مشتقط حصل ضرب دلتين احنا هنا بنفتكر مع بعض بس الخواص بتاعتنا تعالوا نشوف قاعدة مشتقط حصل ضرب 3 دوال ازا كان عندي صاد عبارة عن حصل ضرب 3 دوال فكيف نوجد المشتقة الاولى لهذه الدوال عبارة عن مشتقة الاولى في التانية في التالتة مشتقة التانية في الاولى في التالتة مشتقة التالتة في الاولى في التانية تعالوا نشوف ده من خلال مثال بيقول لي صاد بتساوي حاصل ضرب 3 اقواص يعني 3 دوال 3 سين زايد 1 في سين زايد 1 في 2 سين زايد 1 المطلوب يجد دل صاد دل سين عندما سين تساوي 0 يبقى احنا هنشتق يبقى دل صاد دل سين تساوي مشتقة القص الاول من يشتق الاول بتلاتة طب مشتقة التاني هشتق السين بواحد ومشتقة الواحد بصفر ومشتقة التالت باتنين تمام قلنا مشتقة الاول في التاني في التالت زايد مشتقة التاني وهي واحد في الاول وليس مشتقة الأول في التالت زايد مشتقة التالت اتنين هاضربها في الاول في التاني فقال لي هات قيمة دل صاد دل سين انا جبت كده دل صد دل سين بس مهاش فيه ابسط صورة هو مش عايزها في ابسط صورة هو مش عايزها ادل لتسين اصلا هو عايز قيمتها عندما سين تساوي 0 يبقى انا عوض عن سين بصفر كل سين نشيلها ونحط صفر يبقى ده 3 في لما حط هنا 0 صفر زائد واحد بواحد اتنين في صفر بصفر زائد واحد يدي واحد زائد واحد فيها عوض عن سين بصفر يفضل واحد عوض عن سين بصفر اتنين في صفر بصفر يفضل واحد زائد اتنين تلاتة في صفر زائد واحد يديني واحد وكذلك الاخيرة واحد وبالتالي الاجابة تلاتة زائد واحد زائد اتنين اجابتي ستة هذا العدد كنا بنسميه ميل المماس طيب تعالوا نشوف قاعدة نفتكر قاعدة اخرى مهمة بالنسبة لنا وانا عارف ان معظمكم عارفها وهي مشتقط خارج قسم الدلتين مشتقط خارج قسم الدلتين عبارة عن مشتقط البسط في المقام ناقص مشتقط المقام في البسط على مربع المقام تعالوا نشوف مثال عليها سريع اذا كانت صد تساوي سين تربيع نقص واحد على سين تكعيب زائد واحد فان دل صد دل سين ماذا تساوي طب ماهو دل بسط فوقهو سين تربيع نقص واحد والمقام سين تكعيب زائد واحد اذا دل صد دل سين تساوي يلا ساعدوني مشتقط البسط مين يا شتقط البسط تمام مشتقط البسط يا مستر اتنين سين لان السالب واحد مشتقطه بصفر في المقام سين تكعيب زائد واحد ناقص مشتقط المقام ثلاثة سين تربيع والواحد بصفر فيه البسط سين تربيع نقص واحد كل ده على مربع المقام سين تكعيب زائد واحد لكل تربيع طيب ممكن نعمل ايه بعد كده ما بنعملش حاجة غير ان احنا نبسط البسط اللي فوق اما المقام بنسيبه بهذا الشكل ادي سين تكعيب زائد واحد لكل تربيع تعال نوزع يبقى ده يضرب في الاول وفي التاني قم يديني ستة سين والسربعة زائد اتنين سين ناخد ده نضربه هنا واخدوا بالكم الاشارة رجاء عشان بتبقى عملية سهو مش عدم معرفة سالب ثلاثة سين تربيع في سين تربيع يديني سالب ثلاثة سين والسربعة سالب ثلاثة سين تربيع في سالب واحد يديني موجب ثلاثة سين تربيع اجمع الحدود المتشابهة في البسط يبقى ده صدل سين تساوي ستة سين قصة اربعة ناقص ثلاثة سين تربيع يديني ثلاثة سين قصة اربعة. ثلاثة سين تربيع زائد اتنين سين كل ده على سين تكعيب زائد واحد الكل تربيع وكده دي ابسط صورة بالنسبة لي. تعالوا ناخد ملاحظة صغيرة كده. ممكن تسعيفني في بعض مسائل الاسمة اللي هي قاعدة يمكن ما نعرفهاش بستركز معايا في اللي هقوله فيها ونشوف قدرنا نحافظ عليها ونستخدمها ممكن تسعيفني كتير في الوقت. بيقول لي ازا كانت دلت سين تساوي. الف في رهل السين يعني ايه مستر رهل السين دل اسمها رهل سين. زي ايه? زي ما تكون سين تربيع سين تكعيب جاسين جتا سين. وايضا في المقام جيم في رهل سين. اما الالف والبه والجيم والدال دول سوابت. طب يا مستر ما هي كده اسمها مشتقة البسط في المقام. نقص مشتقة المقام في البسط انا ما ما قلناش حاجة. سليم. وتطلع لما اسألة. ولكن هو داني طريقة سهلة اقدر جيب بيها هذه المشتقة. بعمل ايه? بص معايا كويس. ادي معامل الحد السابت. الف به جيم دال. شوف ترتبهم. الف به جيم دال. كأنك بتفك محدد زي ما كنا في قولة سانوية. الف به جيم دال. اول حاجة هتضرب. الف في به. الف في دال نقص به في جيم. يبقى الف دال نقص به جيم. هو ده العدد. في مشتقة رهل سين على مربع المقام. طيب يا مستر شكلها صعب. تعال نشوف مثال نطبقها فيه. بس قبل ما نطبقها عايزك تركز هو انا امتى اقدر اطبقها. عشان تقدر تطبقها لازم يكون الدلة اللي هنا المتغير ليس ثلاثة سين تربيع زي اتنين سين تربيع لكن سين تربيع زي سين تربيع. سين تربيع وسين تربيع. قا قا زا زا. ايا كانت الدلة زيها. في هذه الحالة هالسؤال ده نقدر احله بطريقتين. اقدر احله بقعدة الاسمة. واقدر اجيبه بسرعة. بص معايا كده كالمحدد اللي في الجنب ده. ادي ثلاثة. اللي هي معامل سين تربيع. وادي سالب واحد تحت اتنين. موجب واحد. احنا لو فكنا ده يا مستر. يبقى ثلاثة في واحد بتلاثة. سالب وسالب اتنين. ام اقول الاتي. تلاثة. في واحد. ناقص سالب واحد. في اتنين يديني خمسة. اللي اضربها فيه. مشتقت سين تربيع. لان هنا في القاعدة كان كاتب لي رهل سين. قال لي هنا رهل شرطة لسين. يبقى انا هنا هشتق سين تربيع يعني اتنين سين. على مربع المقام. اتنين سين تربيع زائد واحد لكل تربيع. وبالتالي اصبحت ده الصد ده لسين تساوي عشرة سين على اتنين سين تربيع زائد واحد لكل تربيع. فقدرنا نجيبها وقدرنا نجيبها بسرعة ممكن تسعفنا وهنشوف قيمتها في بعض المسائل. تعالوا نستكمل مع بعض بعض بقواعد الاشتقاق اللي خدناها. مشتقت قوس السنون بتساوي مشتقت القوس في مشتقت ما بداخل القوس. فكرنا يا مستر بمثال عندي صد بتساوي سين تكايب زائد اتنين سين زائد واحد لكل قص عشرة. وانا عايز اشتق الصد بالنسبة لسين. يبقى ايه يا مستر مشتقت القوس دي. مشتقت القوس ننزل القس بتاع القوس عشرة. والقوس زي ما هو مش باشتقه سين تكايب زائد اتنين سين زائد واحد ونقص من القس واحد يبقى تسعة. بس كده ما انتهاش الاشتقاق. فكرين قلنا في مشتقت ما بداخل القوس. اضرب في مشتقت ما بداخل القوس ثلاثة سين تربيع زائد اتنين. لان ده مجموع. فمشتقت المجموع مجموع المشتقات. يعني يا مستر لو اللي جوه ده كان اسمة يبقى انا لازم وانا باشتق اللي جوه استخدم قانون الاسمة. نشوف مثال تاني مع بعض او قانون تاني بتاع مشتقت جزر تربيعي ايه وفكرينه ده. مشهور بالنسبة لنا في سنة تانية. مشتقت جزر تربيعي تساوي مشتقت ما تحت الجزر على اتنين في الجزر. يعني انا لو عندي ده الصد تساوي جزر التربيعي لسين تربيعنا اس واحد فانا ده الصد ده لسين. مين المقدار اللي تحت الجزر مين الده لسين تربيعنا اس واحد. اشتقها اتنين سين. على اتنين في الجزر. سين تربيعنا اس واحد. اختصر اتنين مع اتنين. وبالتالي المشتقت ساوي سين على الجزر التربيعي لسين تربيعنا اس واحد. فواحد بيقول لي انا ممكن احلاها بطريقة تانية. طبعا. وما فيش مشكلة. لكن خد بالك ان احيانا بعض الطرق السريعة دي بتنفعني جدا في المسائل وبصفة خاصة ان عنصر الوقت في حل التمرين مهم اوي بالنسبة لنا. فواحد قال لي يا مستر انا هاعتبرها صد تساوي. سين تربيع نقص واحد لكل قص نص. وبقت قص قص نون. فلما جاشتقها اقول ده لصد. ده لسين تساوي. مشتقت القص. ماشي. ونقص من القص واحد. واحد نقص نص. سالب نص. في مشتقت ما بداخل نقص. جميل. الشكل ده عايز اعدله. القص السالب ينزل في المقام يبقى عندي نص عشان يبقى موجب. وبقت واحد على سين تربيع نقص واحد قص ونص. في اتنين سين. طب الاتنين دي معادي يا مستر اختصرت تمام. السين دي مقامها واحد بسط في بسط. فبقت سين. مقام في مقام. بقى ده. طب ما هو ده? هو الجزر التربيع لسين تربيع نقص واحد. انا وصلت لنفس القيمة. ولكن هنا خدنا وقت كتير. وفي فرصة للخطأ بعضنا. يعني مش هنلجأ لده مستر. لا ممكن نلجأ لها لو كان الجزر مش تربيعي تكعيبي خامس سادس. فاحنا مضطرين لده. تعالوا نستكمل مع بعض. باقي قوانين او قواعد الاشتقاق. مشتقت عدد على مقام. اي عدد على مقام يساوي سالب العدد في مشتقت المقام على المقام تربيع. فمثلا ده صد تساوي 3 على سين. يبقى انا اقول ده صد ده السين سالب 3. في مشتقت السين بواحد على المقام تربيع. طب ما هي ماشي بسيطة عرفناها. واحد يقول لي لا انا هحلاه كده 3. وطلع القس فوق السين بالقس سالب. وبالتالي يقدر يجيب ده صد ده السين سالب 3 سين قس سالب 2. وبعدين يرجعها تاني برضو ما فيش مشكلة. حل باي طريقة من اتنين. وكده ابناء الاعزاء انتهينا من الجزء الاول من مراجعة اهم قواعد الاشتقاق لسبق دراستها في الصف الثاني. وسنستكمل باقي القواعد في الحلقة القادمة ان شاء الله. اشتركوا في القناة